قرارات رئيسية جريئة لمجلس القيادة في اليمن بعد مئة يوم من بدء مهمته انطلاقا من العاصمة عدن شملت تعديلات مهمة في حكومة الكفاءات أبرزها وزارات الدفاع والنفط والكهرباء وبتغيير قيادة وزارات الدفاع والكهرباء والنفط يكون مجلس القيادة الرئاسي وضع أولى أقدامه على طريق إصلاح خلل كبير رافق أداء هذه الوزارات التي تعد العمود الفقري للحكومة هذه التغييرات أتت بعد عدة أعوام عمل فيها إخوان اليمن على تحويل وزارتي الدفاع والنفط إلى غنيمة حزبية عاث قادة التنظيم الإرهابي فيها فسادا ونهبوا وزرعوا الاختلالات بمفاصل الوزارتين حيث تحولت أموال النفط والدعم العسكري إلى خزائن الإخوان وقياداتهم في الخارج ولقت هذه القرارات الرئاسية صدا غير مسبوق لدى الشارع اليمني ولامست احتياجاته للتغيير وتنشيط أداء الحكومة اليمنية بدماء جديدة وقيادات مقتدرة ومقبولة عند الجميع فيما طالب يمنيون المجلس الرئاسي بتغييرات كثيرة لتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة على طريق الإصلاحات الكبيرة مراقبون يرون أن هناك تحديات صعبة توجه وزارة الدفاع خاصة قبيل انتهاء الهدنة الإنسانية في اليمن في ظل مساع أممية ودولية لتمديدها إلا أن الميليشيات الحوثية وكعادتها رفضت التمديد ورفعت من سقف مطالبها برغم عدم تنفيذ شروط بنود الهدنة الأولى كفتح معابر تعز في المقابل يقوم مشرفوها بالنزول الميداني للعديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها للتحشيد والتعبئة ما يظهر جليا أن الميليشيات الحوثية تسعى للقتال في ظل خروقاتها والتصغيدها المتواصل للهدنة الأممية